الليث الأبيض وعراب مدربي دور المناصير النادي الأهلي ينظر بشغف الطموح مجددا إلى منصات التتويج وذلك بتقديم إدارته الفنية الجديدة بقيادة المدرب الوطني أسامة قاسم وجهازه المعاون رئيس النادي سعيد شقم رحب بوجود المدرب الجديد في القلعة البيضاء ومشيدا بنفس الوقت بقدرات القاسم الفنية والتدريبية وقدرته على إعادة الأهلي للطريق الصحيح وبناء فريق يستطيع المضي نحو طريق البطولات نحن فخورين بأن اختيارنا تم للكبتل أسامة على أساس أنه صاحب أفضل إنجاز من المدربين الأردنيين في الموجسة الماضية نشعر أنه يستطيع أن يحقق إنجازات جيدة ضمن اللعبين الأردنيين ومنشعر أنه معرفته بالفرق الأخرى وباللعبين تؤهله لقيادة فريق النادي في الفترة المقبلة أسامة قاسم والذي يمتد عقده لموسمين كشف عن إنشاء فريق جديد للنادي الأهلي خاصة مع انتهاء عقود 12 لاعباً وترجمة أفضلية الأهلي الموسم الماضي إلى نتائج مميزة الموسم المقبل كمدربين دائماً المدربين يبحث على الأندي اللي يرى فيها طريق النجاح موجود الأهلي من الأندي اللي فيها الاستقرار الإداري الاستقرار إلى حد ما خلنا نقول على مستوى المادي وعلى مستوى اللاعبين نادي الأهلي بيشتغل من قديمة خلنا نقول مش من الفترات هذه من قديمة الزنام بيشتغل على أسس علمية منهجية ما بين الأمس واليوم يظهر الأهلي دوماً رقماً صعباً في جميع المحطات التي يحل بها وخاصة الاستقرار الفني والإداري الذي يعيشه النادي فهل ستكون هذه المعطيات دافعاً للجهاز الفني في تحقيق المطلوب قادماً وهو بطولة الدوري ترجمة نانسي قنقر